اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان توفيها الاعلامي الكويتي عبيد العتيبي اليوم السبت بعد تعرضه لازمة صحية حادة ادخلته العناية المركزة في المستشفى قبل شهر وكان الشاعر خالد الشيباني قد كشف في وقت سابق عن تعرض الاعلامي عبيد العتيبي الى مضاعفات بعد تعرضه لجلطة في القلب وفي التفاصيل تم تداول ان العتيبي دخل المستشفى بعد مضاعفات عانى منها جراء اصابته بفيروس كورونا وذلك قبل ان تصيب جلطة في القلب اثناء تواجده في المستشفى واجراء قسطرة له وتركيب دعامات للقلب الا ان صحته تدهورت بعد ذلك ان لله وان اليه راجعون الاعلامي عبيد العتيبي في ذمة الله خالص التعازي القلبية لأهله وذويه وجميع محبيه جميل الصبر والسلوان لهم سيتم الدفن بعد صلاة عصر اليوم في مقبرة الصلبخات الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ادعو له بالرحمة والمغفرة في التعليقات